إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة تيور الزينة في كل مكان أهلا بكم في الفيديو الإسبوعي اللي بنزله لكم عن تقرير السوق السيدة عائشة بالنسبة لحالة السوق وحالة اللم من التجاة وفي البداية لو أنت أول مرة تشوفني ما تنخلش عليها بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ولايك على الفيديو لو عجبك أو استفدت منه نزلنا لكم يا شباب يوم الخميس في فيديو قلنا لكم فيه إيه الحاجات اللي هتتلم في السوق وكمان قلنا لكم أن الأسعار هتبقى مش كويس وفعلا نزلنا السوق النهاردة وده اللي حصل كان اللم موجود على الكوكتيل الكبير زي ما قلنا في الفيديو وكان فيه لما على الروز وكان فيه لما على الأسترالي بأسعار ميتة جدا كوكتيل النهاردة كانت التجار بتلمه الجوز الكبير اللتينو بيتلم بربعمائة جنيه ودي طبعا أسعار وحشة جدا وكان الحبشي الحتة الكبيرة بتتلم بمية جنيه والإزابيلي كانت الحتة بتتلم بمية وستين جنيه ده بالنسبة للطفارات اللي كانوا بيلموها في الكوكتيل وبالنسبة العصافير الروز كانت برضو بتتلم وبأسعار وحشة يمكن من أسوأ الأسعار اللي كانوا بيلموا بيها بالنسبة لآخر أسعار لموا بيها اما الاسترالي واللي هو الكارسة الكبيرة في اللم كان التجار اللي بتاخد استرالي كانوا بياخدوا الجوز الصغير بتلاتين جنيه والكبير بخمسين جنيه وللاسف كان في بعض المربيين بيبيعوا بالاسعار دي وعايز اقول لكم شوية نقط كده ان الفترة اللي جاية دي كلها لم طلابيات فيه طلابيات مطلوبة من التجار فما ينفعش ان الغواية يستسهلهم ويبيعوا حاجتهم بالرخيص كده في الوقت اللي التاجر منك بياخد الحاجة ويروح يباعها بالدولار وبنفس الاسعار القديمة اللي كان بيبيع بيها من سن اي نعم ان البيع عرض وطلب وما فيش حد بيضرب حد على ايده ولكن دي نصيحة لكم ان انتو تتمسكوا بطيوركم طول ما التاجر بيلاقي بالاسعار اللي بيقول عليها دي هيفضل ياخد بيها لكن احنا لو تمسكنا بطيورنا هتبتدي الاسعار ترتفع تاني انتو متخيلين معايا ان احنا لو جي سوق مثلا زي سوق الجمعة اللي كان النهاردة والتاجر نزل يلم وملقاش حد يديله عصافير بالاسعار دي ورجع من غير ما يلمع صفير اجد السوق اللي بعده الاسعار مش هتبقى نفس الاسعار الاسعار هتختلف فياريت الناس تتمسك بطيورها شوية وان شاء الله انا متوقع ان الايام اللي جاية هتبقى احسن من كده بكتير وده يا شباب كان تقررنا النهاردة عن سوق السيدة عائشة دي اخبار السوق ودي اخبار اللم والحمد لله دايما التوقعات اللي بديها الكيوم الخميس بتبقى مظبوطة وما بتختلفش عن اللي بيحصل في السوق فبتمنى منكم المتابعة والاشتراك في القناة وشكرا ليكم واستنونا في فيديوهات كتير ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته